طيب خلينا نروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد زي ما حدقكم عارفين أنه لعبتنا لعبة المنتخب كرة اليد كانوا بيلعبوا في ألمانيا مع منتخب مصر وبعد كده سفروا على الدمام لعبنا مباريتين مع ألمانيا وبعد كده طلعنا سباعي المنتخب على الدمام لحق بالفريق الفريق استعد لبطولة العالم لكرة اليد اللي في الدمام لعبنا أول مباراة أول مباراة مع النصر السعودي وستطاع النادي الأهل أنه يفوز بفارق كبير 38-20 في مباراة الحقيقة مستر ديفيد ديفيز المدير الفني وزع حمل المباراة على الجميع طبعا أنت عندك سبع لعبين جايين من المنتخب أكيد محملين لعبين مباراتين كبار مع ألمانيا ورجعت أو رحت على أكيد بطولة العالم فلازم محتاج تريح سفر وتمارين واستعداد فأكيد محتاج تريح فمستر ديفيد ديفيد ريح طبعا مجموعة من اللعبين وستطاع أن يفوز بالرغم من إراحة مدير طبعا سورة من المباراة والمباراة كانت تلعبت على صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام السعودية وذي سورة طبعا لحضور كابتل محمود الخطيب المباراة طبعا كابتل محمود الخطيب قامة كبيرة وتلقى دعوة من الدكتور حسن مصطفى أو من اتحاد الدولي لكرة اليد لحضور البطولة أو ده تقليد دائما بيحصل ووجود كابتل محمود الخطيب مساندا لفريق كرة اليد ده مش غريب طبعا دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وصاحب نهض الكرة اليد الحديثة في مصر طبعا المطشي كان زي ما قلت لحضراتكم طبعا كابتل غزاوي كمان عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس بعثة النادي الأهلي وطبعا زي ما حضراتكم شايفين كان بياخد طبعا جائزة من الدكتور حسن مصطفى المباراة طبعا زي ما قلت لحضراتكم فيه تفرة في مستوى الفرق السعودية عم معهم محترفين ولكن الحمد لله في رئيتنا استطاعت تفوز برشلونة النهاردة الحقيقة يعني عمل برضو مباراة قوية جدا واستطاع أن يفوز كمان على النصر الفرق الكبير فانت بكرة هتلاعب برشلونة انت ما عندكش أي احتمالات غير الفوز طبعا المباراة صعبة مع نادي برشلونة لعبنا مع برشلونة من حوالي شهر ونص تقريبا أو شهر في بطولة البصنة والهارسك اللي كانت خارج أو قبل بداية البطولة أو قبل بداية البطولات عامة أو الموسم والنادي الأهلي عمل مطش كويس جدا فيها ولكن طبعا نادي برشلونة فريق قوي ومتكامل وأقوى فريق في أوروبا فأكيد المباراة بكرة مش هكون سهلة أنت لازم تكسب عشان تروح للمباراة النهائية يعني مباراة صعبة أو صعبة ولكن نادي الألم ما بيعرفش المستحيلة هنلعب ونقدي اللي علينا وعلى الله طبعا التسهيل وده بيبقى يعني أي شهر أي لعب وعايز يعمل مباراة كويسة يمكن مباراة مع برشلونة الأونية أكيد إن شاء الله وأنا بتوقع مباراةنا التانية هكون بشكل جيد كان هدف مطشنا اللي فات مع نادي الناصر السعودي كان عمر خالد كستيلو واللي حط نجح في تسجيل ست أهداف أغلبهم طبعا من هجمات المرتدة مطش بشرونها بكرة يكون الساعة ستة بتوقيت القاهرة سبعة بتوقيت المملكة العربية السعودية زم حضراتكم كمان تابعته في كل مكان النادي الأهل جماهيره بتؤازره بشدة وإن شاء الله ننتظر بكرة امتلاء الصالة بجماهير النادي الأهل اللي بتيجي من كل حتة بالمناسبة الدمام يعني موقعها قريب جدا من البحرين يعني كبري بيربط البحرين بالدمام فطبعا كل المصريين المقامين في البحرين المقامين في المنطقة الشرقية كلها في المملكة العربية السعودية بيتوجهوا لتشجيع الفريق فبتلاقي عدد كبير جدا من جماهير النادي الأهل وده طبيعي وشوفنا حضراتكم الإعلام أكيد السعودي هو بيتكلم عن جماهير النادي الأهل وإزاي النادي الأهل يمتلك يعني ألترس أو مجموعات من جماهير النادي الأهل في كل مكان بكسافة وعداد كبيرة في كل مكان في أوروبا تلاقيها تلاقي في الدول العربية أفريقيا كمان في النادي الأهل النهاردة بنتكلم عن تواجد جماهير النادي في كل مكان خلينا أقول لحضراتكم بعستنا واللعبتنا اللي بتمثلنا في بطولة العالم إبراهيم المصري راضي محمد عبد الرحمن حميد عبد الرحمن طاهم محمد إبراهيم عبد الرحمن فصل محمد مجد نبيل شريف أحمد خيري سيف هاني فوكس رحمد الله على السلام طبعا بعد عودته مروباط الصليبي أحمد راضي وياسر سيف ومحصر رمضان وعبد العزيز إهاب زيزو ومحمد لاشين وأحمد عادل وأمر خالد كستيلو وأمر سامي وأحمد إشام سيسا ومحمود عبد العزيز جده ده تشكلنا الحقيقة اللي كان أو اللي بيمثلنا فيه بطولة العالم من قلة اليد بالمناسبة يعني بطولة مهمة وفي بداية الموسم بعد بطولة أفريقيا دي تاني بطولة أو نهائي أو يعني تعتبر بطولة ليك شاركت فيها أو نهايات تشارك فيها شاركت في بطولة البوسنة وبعد كده بطولة أفريقيا والنهاردة ورجعت شاركت في بطولة الدوري والنهاردة بتشارك في بطولة البطولة العالم لسه عندك السوبر الأفريقي والسوبر المحلي عندك سبع بطولات النهاردة حد يسوى لا حرج مع قلة اليد فأنت عايزي سكواد محترم وربنا يحمي لعبتنا من الإصابة